وبالعودة أيضا إلى الشؤون الفلسطينية للحديث أكثر ينظم إلينا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أشرف عكا أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا بك بداية يزداد قمع الاحتلال الإسرائيلي كيف يواجه الفلسطينيون كل هذه القمع الذي يوجه إليهم من قبل الإسرائيليين الشعب الفلسطيني مستمر في مقاومة هذا الاحتلال عبر الحالة الوطنية العامة والعارمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في كل الكرة والمدن والمخيمات هناك حالة تضافر مجتمعي وهناك حالة وحدة وطنية تتجسد في الميدان وهناك التفاب جماهيري حاشد وكبير يحمي الفعل النضالي والمقاوم لهذا الاحتلال ويحتاج الشعب الفلسطيني إلى إسناد إقليمي ودولي في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية ونحن نعلم أن شعبنا الفلسطيني أعزل ولكن هذا الاحتلال يستمر بهمجيته ووحشيته وكل عمليات المقاومة هي رد على عدوان وغدرسة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني نعم عندما نتابع الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعني باتت على شفاء الانفجار هل نحن على موعد مع انتفاضة فلسطينية جديدة قادمة برأيك؟ يعني أنا بتقديري الظروف الموضوعية والذاتية لم تنضج بعد الانتفاضة العارمة والشاملة تحتاج إلى وحدة وطنية بين شطري الوطن وإلى استراتيجية وطنية ولا إسناد الفعل المقاوم وإلى قيادة الفعل النضالي اليومي الكفاحي للشعب الفلسطيني ولكن حتى اللحظة لم تنضج هذه الحالة وما يجري الآن هو ردة فعل شعبية غير منظمة بالمعنى الاستراتيجي العام والشامل في مواجهة الاحتلال وإن كانت مساحة وامتداد المواجهة وشكل الفعل والعناصر التي يستخدم الشعب الفلسطيني في هذه المواجهة امتداد يفكل كشكل من أشكال الانتفاضة العارمة ولكن في حقيقة الأمر الانتفاضة بمعناها السياسي الاستراتيجي الوطني لم تنضج الظروف والعوامل والحوامل هذا يحتاج إلى وحدة وطنية أولا وإلى مقاومة شعبية فلسطينية شاملة ووصولا إلى عسيان مدني في لحظتها نستطيع القول أن الشعب الفلسطيني هنا جسد انتفاضة فعلية وهذه الانتفاضة يجب أن يكون لها عنوين سياسية وطنية وتحتاج إلى إسناد إقليمي ودولي وعربي لكي تشكل روافع للفعل الوطني الفلسطيني نعم سؤالي الأخير سيد أشرف ما يجري كل الأحداث التي تجري الآن في الأراضي المحتلة هي ضمن ملفات القمة العربية في الجزائر ما الذي تتوقع أن تخرج هذه القمة بقرارات بهذا الشأن؟ يعني هناك حديث مهم عن شبكة أمان عربية وهي أحد مقررات القمم السابقة في إسناد ودعم الشعب الفلسطيني ماليا وهذا ما يحتاج عمليا الحالة الفلسطينية تحتاج إلى تعزيز تموت شعبنا في مواجهة الحصار الإسرائيلي وسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مقدرات شعبنا وعلى الاقتصاد الفلسطيني وأن السلطة الفلسطينية لا تسيطر على الحدود والمعابر وهذا يعيق الحياة اليومية ويجلل الاقتصاد الفلسطيني إضافة لذلك نحتاج إلى دعم سياسي في الأمم المتحدة وقرارات جدية إضافة لذلك يجب أن يكون هناك قرارات سياسية في مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وسحب السفراء ووقف كل السياسات التطبيع والعلاقة مع هذا الاحتلال لأن هذه السياسة وهذه المقاربة لم تني إسرائيل عن ممارستها القمعية بحق الشعب الفلسطيني وتنكرها لحقوق شعبنا في الدولة والعودة وتقرير المصر نعم الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أشرف عكا شكرا جزيلا لك كنتم معنا عبر السكايب من فلسطين